اشتركوا في القناة لا شك أن الموضوع الأول وهو موضوع البنك المركزي للأسف الشديد أنه أن إقالة موظف من منصبه وإن كان هذا الموظف هو محافظ البنك المركزي ولكن للأسف الشديد أنه يصبح هو الهم الأكبر والشغل الشاغل لعموم الشعب مع أن هناك قضايا أكبر وأهم من ذلك كان المفترض أن تكون هي التي تحوز على اهتمام المواطن والمسؤول لكن دعونا نأخذ الدروس والعبر من هذا الموضوع كدولة ديمقراطية ناشئة لأننا للأسف عشنا 42 سنة في الظلم والاستبداد وما أريكم إلا ما أرى وأنا الرجل الوحيد ومن يقول غير ذلك يغيب إلى أبد الآبدين فالدرس الأول وهو أن الدائم الله ولو دامت لغيره ما وصلت إليك وأن المغتر بمنصبه وبماله وبنفوذه فهو واهم عندما تكون المعركة مع الشعب ومع الحق للأسف بعد فبراير طبعاً إحنا ما نبوش نحكو على الجدافي واغترارها بأن أنا معاي الملايين وأن أنا بنغازي أنا اللي كونتها وأنا اللي كونت بنغازي وأنا اللي كونت ليبيا وأنا وانا 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 وأنا اللي قريتكم وأنا اللي علمتكم أنت ما هو حتى أنت قرأك الملك وانت لي دخلك الكلية الملك وانت لي معناه موضوع تافه جداً يعني لا يكرره إلا التافهون وما يعاوداش إلا التافه والتافه لكن هذا للأسف اليوم بعد 2011 لقيناها نفس الشيء إجماعة كلها يعني اللي يرصق في مكان معاش يتنحى ولما بتنحيه وصلت إنه بالصديق الكبير اللي طلع على الملأ على الناس وقال النفط مقابل الغذاء شني باقي قالوا قالهم نفط مقابل الغذاء بكل جرأة وبعدين لما قالوا لأنت بتوليه طبعاً موليه راجع ما فيش حتى إن شاء الله ولا بإرادة الشعب ولا بالقانون لا لا معناها الرجل واثق من نفسه جداً ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الرسالة التي يجب أن تصل للجميع الرسالة التي يجب أن تصل لعقيل الصالح واخليفة حفتر إذا اغتريتم بنفوذكم فأنتم واهمون وإذا اغتريتم بمالكم فأنتم واهمون وإذا اغتريتكم بسلاحكم فأنتم واهمون الرسالة التي يجب أن تصل إلى المشري وإلى قادة الميليشيات وإلى البانديتي اللي يتعدوا على الناس واللي يسرقوا في أموال الشعب واللي خاشين على خطوط النهب والتهريب وا 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 ما كومش أكثر من الصديق الكبير وما كومش أكبر من الصديق الكبير اللي كان يتحكم في ميزانية ليبيا وكان اللي يرضى عليه يصرف له واللي ما يرضىش عليه يصرف له هاكم شفتوه اليوم ويناصح وراه أي واحد يظن أنه هو أكبر من الشعب ستكون هذه نهاية وأي واحد يظن أن ما وصل إليه وصل بحوله وقوته فهو واهم وستكون هذه نهاية وأي مسؤول يظن أن هذه المسؤولية مفروضة يجب أن تعطى له ولا تعطى لغيره فهو واهم وستكون هذه نهاية المسؤولية إذا أتتك فاتقل لها فيها وحاول تخدمها بنصح وحاول تخدمها بإخلاص وحاول تخدمها بما يرضي الله عز وجل وما في حد ما قال لكش ما تستفيدش لكن تستفيد وفق القانون وبما يرضي الله عز وجل ولا تظلم الناس ولا تتجبر على الناس ومن يتجبر على الناس ومن يظلم الناس ومن يتساوى عند الحلال والحرام ستكون هذه نهاية هذه العبرة الأولى هذه الدروس المستفادة من عز بغير الله دل ومن تطاول على الخلق دعوة من مظلوم ترجعها سفل سافلين النقطة الثانية الدرس المستفادة للآخر أن من يحتمي ومن يتقوى بالأجنبي من يقول أن السفير الأمريكي أو السفير الإنجليزي أو السفير الأمريكية أو السفير الإنجليزية من يقول أني اربطت مع المخابرات المصرية أو التركية أو غيرها ومن يقول أني عاطيني فلان كلمة وعطيتني دولة فلانية كلمة واني 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 فما قاله مآل الصديق الكبير وصدقوني أن كل من يتقوى بالسفراء كانت هذه حالة وشوفوا اللي يفتخروا بالتصوير مع السفراء الآن وين وضح شوفوا كل اللي التقى بالسفير الفلاني والتقى بالسفير الفلانية وكذا وكذا وفلان عاطيني كلمة وفلان كذا وأنا سوف أقول والله على ما أقوله شهيد كلمني أحد الأصدقاء وهو مسؤول في الدولة قال لي والله إن حبك في الله وتعرف الحقيقة أنا تواثق من حبه لي وما بيننا إلا ما حرم الله وأنا أيضا أحبه بصراحة قال لي نبيك تخفف شوية في موضوع الصديق الكبير قلت له خير نيني شني تشوف فيه نشر مركز شني هو عصير منخفف فيه ولا شني قال لي لا أنت تكلمت بقوة الباير أني في واحدة من الحلقات تكلمت ومفعلت المهم قال لي أرجوك راو صديق الكبير نشوف فيه قاعد زي ما نكلم فيك أنت تول قلت له ينسي بك أنا بيقعد خليه يقعد لكنني والله حتى لو يقعد عشر سنين كلامي ما أنا مغيرا أنا لنبي منه حاجة ولا هو عندي عندي حاجة لكنني إذا كان موقف ينطرق من الحق فليه شرف نين وقفوا الموقف ها سي سيد الصديق الكبير وقيل يمشي بسلامك الصديق الكبير خلط على ناس من أول يوم قلنا له والله يدلوك ما يدرف عن ميا يا راجل ما يعتبروش عقيلة صالح وروني واحد خلط على عقيلة صالح ومشي لقدام يا راجل جماعة المحكمة العليا قلنا لهم كذا قمشوا ويحلفوا قداما بعدين دار له قرار وطيرهم فتحي بشار قلنا لعيب يا راجل أنت ولمس كنت تقاتل فيه يا راجل أنت ولمس كنت وزير الداخلية وأنت كنت كذا وأنت كنت كذا في البركان يا رجل لا تضع يدك في أيدي هؤلاء المجرمين الذين قتلوا أبناءنا ودمروا بيوتنا وهاجموا على طرابلس الزهية البهية لا يعقل هذا لا يعقل فطبعا دائما إكرهات السياسة والسياسة ولا صدقة دائمة ولا عدوات دائمة ولكن مصالح دائمة والفنجي اللي قالوا الكفر المجرمين قاعدين يعاودوا فيه وكأن الحياة ما فيهاش إلا الخداع والكذب والباطل ما فيهاش حق وما فيهاش مبادئ وما فيهاش قيم يعاودوا فيهاش في كلمة تشيرشل اللي دمر نص العالم بكل وقاحة ولو تقول لها من اللي قالها مش حين ما يعرفش إنها قيلها تشيرشل بكر لا توجد صدقات دائمة ولا عدوات دائمة ولكن مصالح دائمة قول اللي اللذين كفروا يعاودوا فيه بدون وعي وكأن الحياة خالية من الصدق ومن الأمانة ومن المبادئ ومن القيام ما هذا للأسف قلنا لهم لا يغركم رأوا الكلام ما هو الصح ورأوا الطريق اللي ماشيين فاهم هي الصح وردوا بالكم وبالفعل يمشوا وخدموا به فتح لبشاغة وبعدين من اللي كداش ليكم ما سمعتوش اسم فتح لبشاغة وفي الأخير جابوا هاو حماد وقالوا لها روح مدامك انت ماكش قادر تخش طرابلس ولدنا أولى بصراحة هك وبره دور جعمز في مساراتك غاد يمشي هادي هي الحقيقة وغيره 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 ما نبيش نسمي أسماء احنا لامسنا بعض الأسماء وهو آخرهم الصديق الكبير سكروا النفط لاس بيسكروه يحزبوه يسكروه لخاطرك لا ما سكروش على خاطرك والله إلا وهم أنت يضل أنه توب نجو موضوع سكير النفط للأسف الشديد لا النفط ما سكروش على خاطرك يا صديق الكبير أنت وهم أنت وهم جدا لأنكم ما تفهموش وما تعتبروش يعني وإلا كلا برانا على قلوبهم والأحيانا للإنسان لما تعجب روحها هلبة ويظن أنها حاجة كبيرة خلاص معاشي يشوف إلا مصلحته وما تسوله له نفسه للأسف الشديد عموما الدروس كثيرة جدا والليبيين الحمد لله في درجة واعي الآن أنهم يشوفوا في كل شيء أمامهم ويتابعوا في الأخبار وهو المتغطي بالأيام عريان والمتغطي بعقيلة وحفتر عريان والمتغطي بالمخابرات المصرية عريان واللي متغطي بالسفراء والسفيرات عريان المدثر الوحيد واللي متغطي الوحيد هو اللي متغطي بالستر الله عز وجل وبتقوى الله عز وجل وبالخوف من الله عز وجل وبالحاضنة الشعبية اللي يخدم عليها واللي ينمي فيها واللي يقول لها الحق حتى لو يوقفوا ضدك في فترة حيجي يوم ويفهموك ويوقفوا علي كلامك هذا الموضوع الأول الموضوع الثاني الحقيقة والمقلق واللي لن أسكت عليه أبداً هو موضوع قفل النفط بدايةً خلونا نسمع كلام السيد موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي عليه قفل النفط أعطوني الكليب لولي شبه الآن من أقفر النفط أسألوا من أقفر النفط خاسب الداخل والخارج الجميع عرف من أقفر النفط ولكن لا يوجد أحد يستطيع أن يقول أنه قال هنا الناس نوم في الضعيف كان فزاني حق وقف على سنيسكا ووف عليها فقط تقوم الدنيا ولا تقعد كان مواطن فزاني ما سيقربهم قرب هذه الحقول هذه المواطنين لا يستطيعون أن يقربوا قدامها الحقول النفطية الحقل الشرارة أو باقي الحقول لكل منها ولماذا الإقفال؟ لماذا الإقفال؟ أوكي خليه سريه وباعه وينحط فيه حسابات حطه في البنوك يذكر عليه لكن لماذا تخسر الدولة فيه لمدة سنوات؟ وإحنا كلما تصبح مشكلة أقفل أقفل الطريق أقفل المصنع أقفل المؤسسة الفلانية أقفل البنك المركزي ماذا؟ معقولة يعني كلما تصبح مشكلة أقفل لا يوجد أحد يفتح في كل شيء المغلق أنت وفتح على الناس لن تتسكر على من النفط تتسكر على من لماذا عن المواطن؟ لماذا عن المرتباته وتوريداته ووكله وشربه؟ هل ترى هؤلاء الساسة؟ هل تؤثروا؟ والله ما تزاده إلا غناء وتخمى فلنح؟ حتى الطريق لما تسكر طريق بين الزاوية وطرابلس يخسر المسؤول الذي في برجها العاجيز لماذا عن المواطن؟ لماذا يعالج في تونس والذي مروح لبيته والذي مزرعته والله لابد أن نخرج من روسنا هذه الثقافة السيئة التهم الذي كانت تفزق بالليبيين دائماً عليهم قطعة طرق وكأننا نعززه في هذا المفهوم فنحن نحتاجين بالعكس بنمفتحه بزيره نفتحه بزيره نتجهيط النفط الكلام الذي قاله الأستاذ موسى طبعاً كلام واضح وهو يشير فيه إلى حفتر لما قالك ما فيش واحد يقول الناجة وراه موضوع تسكير النفط تكلمنا عليه آلاف المرات ولن نسكت عليه وراه جريمة كبيرة جداً 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 وخسائر ليبيا بالمليارات جدران تسكير النفط ومشي به لليوم مية وستين مليار اللي ولا مستشبح بمو مطاري بحققه معاه في النيابة العامة ناضل أحليق وقال كذا وكذا وغير ربي يحققه معاه ونسكير النفط وندير بعدها اختفئ رأوا موضوع تسكير النفط أوصل ليبيا إلى درجة شو ما نقول لكم لكن أنا مش حنتكلمني ترى عطوني يا شباب لنسير تلخير بتاع رقم عشر بترى بالضبط هذه صحيفة الانديبندنت شن تقول تقول أن مصفات فالكونارة الإيطالية اللي هي مصممة خصيصاً تبحث عن بديل النفط الليبي المصافي تصمم على نوعية معينة من النفط في رينج معين تقبل به المصافي يعني النفط متاعك مش أي مصفات تقبله نفط مثلاً خامس سدرة مش أي مصفات في العالم يمكنها تكرير النفط فيه نفط خفيف وفيه نفط متوسط وفيه نفط تقيل معروفة للناس اللي في النفط تعرف مصفات فالكونارة الإيطالية مصممة على أساس أنها تستقبل النفط الليبي لكن كثرة الإقفالات الإغلاقات بتاع النفط تجعلها تبحث عن بديل وهذه مش مش هذه المصفات فقط غيرها من المصافي التي تعمل وتعودت على النفط الليبي مدام كنت كل مرة أنا يضيلك بانديتي عصابة تسكر لك في النفط وإنت الدولة بتاعك مش قادر تتوفر لي الإمدادات المؤسسة الوطنية للنفط مش قادر تتوفر لي الإمدادات المتعاخذ عليها لأن المصفات ما تقفش المصافي ما تقفش على 24 تخدم إذا أنت النفط ما يجينيش لا مندور عليه مصدر آخر مرة أشهر بعد النفط انتعك ولا خليه نوسق هذا المجرم اللي مسكر النفط خليه هو يدفع لك رأوا موضوع إغلاق النفط ما تستهينوش به لما نقول لكم يا جماعة رأوا جريمة كبرى رأوا يا جماعة غير المليارات الضيعة رأوا يضيع لك زباينك يعني أنت اليوم أنت اليوم متعود مثلا مصنع دقيق مثلا مصنع دقيق يمول في 20-30 كوشة مخبص خلاص متعاقد معهم ويقول لهم هراء الدقيق يصلكم لعندكم ويخدموا طبعا الكوشة الكوشة بدون دقيق شم بتبيع الخبزة يعجنوا فيها بدقيق خلاص متعود يجي بينهم كل سبوع سيارة دقيق الله يبارك بعدين قالوا لا المصنع وقف خير وقف قالوا والله وقف وخلاص المخبص شم بيدير ممكن يوقف يوم اثنين 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 لكن بعدين يقول لك اسمع راني نيم نشوف مصنع دقيق تاني انا خدمتين نبيع في الخبزة كانك انت مش قادر توصلي دقيق خليني نيمش نشوف مصدر تاني حتى مصافي النفط لان عندها عندها محطات بنزين وعندها مطارات وعندها مستهلك متعاقدة معات تبيع لفي منتجات النهائية هذه بنزين نافطة كيروسين غيرها لما انت النفط متاعك ما تكون محافظة علي عقودك بيمشي يشوفوا غيرهم يعني خسائر كبيرة جدا بعدين انت لما تفقد ثقة المستورة خلاص سمعت تبدأ في الحقيقة هؤلاء الحقارات الكلاب ولاد الحرام اللي سكروا في النفر وما تقول ليش لا لا هذه أقل الفرق خلاف سياسي تمشي تسكر النفر تمام هذا الرزق 8 مليون تش اندخن في خلاف السياسي العام ما يندروش عليها بكل السياسي انتعك هذه العام ما يندروش عليها ولا يعرفوا ما يصير ولا يعلموا المعلومات الصراعة التي يصارعوا فيه ما يدخل النفط تسكر انت وفي الأخير الدولة الليبية تفقد مصداقيتها عند الموردين خلاص تم عند المشترين اللي وردوا في النفط اللي يشرب في النفط اللي بي اللي وردوا في النفط اللي بي اللي وردوا اللي ما صفيهم خلاص بعدين برا غمس بي وفطر بي أشرب عن النفط رأوا الموضوع كبير جدا لكن الشعب ساكت بصراح الشعب لا يهز في رأسه إلا ما رحم الله عز وجل وبالعكس هناك من يبرد وبعدين يجي يقولك آه العيال الصغر ولا منحة الزوجة والابناء تأخر تبيبة وين المنحة الزوجة والابناء تبيبة شهر تسعة تم وما نزلوش المرتبات تبيبة تبرا اللي سكر النفط يا راجل امشي تحل فرمك عندي مسكر النفط كانك راجل وجابت في كمك تشيني تبيبة يطبع لك الفلوس ولا شيني تشيني البغد هذا حكومة وانت بغد ما قلت هذا زي ما قال الكوني النهاق ما تقول فيش واحد يحل فم بك بره تكلم عني سكر النفط كانها جابت في كمك اعطوني الانسيرة السابعة يا شباب تفضله رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميع لقناة الحرار خسائر اغلاق النفط يوميا 850 ألف برميل يعني 416 مليون دينار وما فيش حاجة اسمها القوة القاهرة في واحد بانديتي 850 850 ألف برميل لو ضربناهم لو ضربناهم في 70 سعر الوح يعني 59 مليون ضرب كم يا سيدي ها هو يعني 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 نص مليار يومي نص مليار يومي يعني كل يومين مليار دينار وبعدين يجيك واحد يقول وين المرتبات وين منحة الزوجة والابناء دانجا وين كده يا أخي تحشم يا أخي رأيك 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 الكبد وصلى وتلجام دا رأيك رأي مرات يكتب في حرف الدال جدام اسمها للأسف الشديد تنت يا سيد دكتور خيرك ما تكلمتس على إغلاق النفط تتكلم على إغلاق النفط تتكلم على النفط اللي جاعد يهرب في غوط الباطل تكلموا عن النفط اللي جاعد يهرب هذا كان لا على إغلاق ولا إيقاف تصدير ولا كذا ترعطوني يا شباب لين سيرت التامن خلي اللي بهين يسمعوا كان بيتحركوا باهي لكن اللهم قد بلغنا على أقل نجير واجبنا يتم دعم أموال مبيعات آرك من المملوك اللي صدام حفتر في الإمارات دون المرور عبر البنك الماركس من اللي مقايلة لك ليه ماذا مقايلة محمود عبد العزيز نوح ينيه هذا الآن للأسف طبعا كل شيء مرصود في العالم وهذا للأسف هذا الضرب لمفهوم الدولة في ليبيا هذا المقلق بالنسبة لي يانيه لحرام والزقوم حيولي على صاحبة الإجرام حيولي على صاحبة لكن مفهوم الدولة أشهد الله أن معمر الجدافي مداري لكلام هذا أشهد الله أن معمر الجدافي لم يمس كيان الدولة بصراحة لكن هالبانديتي هذه معقلية الإجرام فاقت كل وصف وفاقت كل حد معمر الجدافي لشعب الليبي انتهت كعراتهم لم يحترمهم ما احترمش الدين قول اللي بتقوله كل واقع ما فيش نقاش ولكن بصراحة موضوع النفط لهو لو لا ده ما سمعناش آه جابوا شركة خدوا فيها كوميشنة ينعم والمستندات تثبتت ذلك شركة ليه مسعود عبدالحفيظ ولاده اين عم شركة ليه يسبح مني أحمد محمود ولا محمد محمود اين عم شركة تشبح مني موافق السراج ولا اين عم شركة تشبح مني اين عم شركة كده كلها مكشوفة ولاوراق واضحة وما فيش حجم الدمك كل واحد ملفاتها كلها موجودة وما يظنش واحد انها عاش في السويد ولا عاش في لندن ولا عاش في دياول وانها ملفاتها مش موجودة لا لا والله العظيم ملفات كلها موجودة وعندنا وشي يند له الجبين وبإذن الله يعني سيخرج كلها لكن اشهدوا الله انما ذاروه شركة خاصة سموها العتعة وقعد يبيعوا في النفط ويحطوا فلوسها في بنك في أبوظبي ولا دبي واللي مش عارف وين جابوا شركة صينية اخدوا منها كوميشن داروها خالد الاخويل دي الحميدي جاب شركة اشبه منها اخذفها كوميشن اين عم شركة اندونيسية واللي مش عارف اين عم تعاقدوا معالتراك اين عم اخدوا كوميشن اين عم لكن انهم داروا شركة خاصة بخلاف قانون النفط وبدوا يصدروا فيه وفلوس النفط بدت تنحط في بنوك دون المروع المركز عمرها ما صارت الا دو اللي يبون نقتلعه بحفتر اي واحد ساهم في تنكين حفتر لو هو راجل ويتحشم اليوم ياخذ الشلاك يقعد يلطم في وجه الين يموت ويقعد يضرب في رأسه بشلاك تالين يموت هذه هي الحقيقة والمشكلة يجو يوجه في الاعلام بطريقة لا والله يا سيدي احنا الحكومة قلنا هذه الحكومة الى تقودنا الانتخابات معجنب الحكومات كذا كذا كلامنا في عيب ما ناش متشابتين بها الحكومة قلنا لكم هي معجنب الحكومات الانتقالية لأنه لو في دستور ولو في قانون ولو كذا والله ما هناك لا أركنه لهناك تسكير النفط هذا لكن هذا اللي يقرب النفط يضرب بالطيران المسيري يجيب مصارين تحت رجله الدولة فرض هيبت الدولة ورأوها الجارجوز هذا منتهي لكن مراحل انتقالية وبرلمان ومجلس دولة والمشري يلعب في جهة والعقيلة يلعب في جهة ومعاش فهمناها وقاعد الحكاية حيسة وين تدوي على الانتخابات ولا تدوي على الواحد يقول لك القوى القاهرة وكل يوم طالعي لك بمسرحية وكل يوم طالعي لك بيرجار أجوز علشان انت ما تستقرش بك ويجيك واحد تافح يقول لك والله في المنطقة الشرقية ما يبيش يقول حفتر يقول المنطقة الشرقية لا صغار حفتر تكلمك والله العشرين مليار مشيت شفتها وين مصروفها انت عارف شن هو الرقم عشرين مليار ولا ماكش شايفة ولا ما تعرفاش شن هو لقيت ثلاثة كوبريات بكادة مليون تقول لي لقيت هون مصروفات معناها بالمقابل حتى احنين نقول لك راي فيه طريق ساحلي من مصروفات الارس جدير اللي كنت لما عندك مناسبة تمشي من الساحلي تقعد تهرب منها رايو نتكلم عن ايه عليه مية وسبعين وميتين يعني قريب أربعمائة كيلو ونحن نريد أكبر نحن نريد طريق سيار يعني طريق سريع من طبرق أو من مساعد إلى رأس جدير انت شفت لي أربع كوبريات طالع الطيط في صفحتك لا والله ياهو القنامت شنوما أربع كوبريات وحتى عشرين مليار عرفناهم وين مصروف شنوما عشرين مليار انت تعرف الرقم ولا تسمع فيه اهو معناها لما تجي قول وهذه نحن نريد طموح نكبر من هكي نحن نبه دستور نبه انتخابات مدنية ونبه تعليم صح ونبه معجنة القليبة دائرة مريض تحت ورافعة في الطيارة يجري بيه لتونس ولا للوردن لا نبه الناس هي اللي تجي تعالج عندنا انت دولة غنية ودولة شابة وكوادرها شابة ودولة مناخة كويس نبه الناس تجي تصيف عندنا نبه الناس تعالج عندنا نبه جامعاتنا الناس تجيوا تقرأ عندنا شنونا نفضايح هادي وين نتكلم على الدستور وين نتكلم عليه موعداتنا للعسكر ونبهوا دولة مدنية ينوضوا يفتحوا لك مواضيع الدرة الكبر وللأسف بعض الناس ينساق معهم في الكلام لا لا وقفوا هنا ما هوش موضوع هنا راوت أربعة كبريات ولا خمسة كبريات ولا ولا حتى الطريق هو الطريق الدائر الثالث ما فيش ساكم في طرابلس ويعرف معاناة طرابلس في الزحمة ما يرجيش في الطريق الدائر الثالث وهو نقول لكم قصة من بالله أهل طرابلس واللي ما عندهمش وين يمشوا منها مش واحد رأوا لا في على طرابلس أمس ولا خمسة سنين ولا عشر سنين أهل طرابلس اللي ما عندهمش منها وين اللي قابتنا في طرابلس واللي ما عيشتنا في طرابلس واللي بيوتنا في طرابلس واللي أولادنا وبناتنا في طرابلس قصة من بالله العظيم الراجو في الطريق الدائر الثالث زي مراجو في إن شاء الله رب يفرج عليها طرابس مش هاربعة كوبريات اللي قاعد آه هاي المشاريع الحقيقية لكن زمار الحي لا يطرب ما فيش حد يتكلم عليه عنين عدة إن الطريق الدائر الثالث ومعها مشروع آخر اللي هو تخطيط مدينة طرابس وضواحي مدينة طرابس وخاصة بعد نقل مصلحة التخطيط العمراني لرئيسة الوزراء وأنا هنا أنادي بقوة المهندس عبد الحميد البيبة ربي مارك فيه يا مهندس عبد الحميد البيبة وأنت تعرف متخصص راهوا تخطيط عين زارة ووادي ربيع ومشروع الهضة راهوا مشروع استراتيجي لا يقل استراتيجية عليه الطيق الدائر الثالث راهوا ما لم تسرعوا بتخطيطه وبتصنيفاته راهوا بكرة حتلقوه موجود حتلقوه مدن ومكعبات ومجمعات اسمنتية بدون بنية تحتية بدون مجاري ولمية وراهوا نخشوا في مشاكل كاريتية سرطانات وأدوية وبراء وزرقة لأن الأبار السوداء وكأنها رأي تشوفها جميلة فيلا جميلة ومصروف عليها وكذا لكن للأسف بدون بنية تحتية فهي والعدم سوا عيب أن الواحد يصرف أربعمية خمسمية تلف على فيلا وبعدين تلقى في الشتاء ما يقدرش يصرفها إلا بشق الأنفس تحنيه لاش ندو على عين زارة وادي ربيع والله خلف جمعية الداء خلف التبغة هو وين يقولونها حوازة تقسمان بالله في شوارع ما تقدر تخشها في الشتاء والله لما يقرب الشتاء ينكدوا رأينا إيه لما نتكلم علي مصنع التبغ أو الحي اللي خلف مصنع التبغ نتكلم علي قلبه طرابلس وانت ماشي من السرية تشوفها يعني ما فيش بنية تحتية ما فيش لمجاري لا قطران لا شيء ليش؟ لأن خارج المخطط تخيلوا مصلحة التخطيط العمراني اللي موجودة من استخلال ليبيا عجزة أن تخطط وتدخل يا أخي يفضيحها ولذا مرة أخرى أنا أنادي وأهيب بدولة رئيس الوزراء سيد عبد الحميد دبيبة ونحن أيدنا قرار نقل مصلحة التخطيط العمراني وتبعيتها لرياس مجلس الوزراء أن يعني يحضر شركات الآن كل شيء بالإصلاعية ويخطط كل وادر البيع وعين زارة طرار بلس تحتاج إلى مخططات وإلى بنية تحتية والآن القصة ما هيش يعني ما هيش بكديل ولا سنعيد اختراع العجل هذا مشروع لا يقل لهمية عليه مشروع الطريق الدائري التالي إحنا لما تكلمنا هو غير موضوع يخش في موضوع لما تكلمنا أنت بزي ما تتكلم على الحمد لله في الغرب نحن ندين ونستنكر أي عملية إجرامية خارج نطاق القانون ولا نسكت عليها ولا نقرها ولا نتكلمه لأنه محسن نقوله لأحسنت وللموسيقى سأت والله لا نخشى في الله لو ما تلاقي لكن في الشرك اليوم بخ ما تقولهاش واني اليوم جايب لكم حالة هذا اللي كان يحرض على قتل أهل طرمس وكان يروج الأكاديم شوفوا شن صاير فيه اليوم والله دعاء نيسانا وبناتنا وهم هات الشهداء وزوجات الشهداء والله والله الله عز وجل لأنصرنك ولو بعد حين ترى عطوني الكليب الثاني يا شباب شوفوا كشن كان يحكي عليه طرمس يكون كل شيء بوراق هذا كتب هذا نزل هذا شارك هذا دار أكتر أعرفوهم يعني هم شخصين لا بعدين سيطر سيطر على الحساب يعني هو بروحة يعرف أن الحساب بيتسيطر عليه متابعة الإيميليات خلينا حتى نقوله حتى الوهميات اللي الآن تدعم الأخوان حتى هنا يتبعن طبعا كيف يتبعون فيهم أكتر شخص يعلق أكتر شخص يدي فيهم عجبات أكتر شخص يدي فيهم مشاركات ريتوها الفاسد هذا حشاكم والمديعة اللي معاها بالمناسبة الزوز تصرفوا معاهم الدرسي الأمن الداخل اللي في الشرع الزوز المديعة والمديعة ليش قال قالك حتى نشوفوه تبعوه كده يعني بصاص بورقه تخيلوا يعني المديعة هذه في خبر كان الله أعلم وين ديارها إكرام الصعيطي وهذا الطيب الشارف قالوا لي الشباب اسماهم إكرام ولا إكرام إكرام رجب الصعيطي والطيب الشارف ترى بالله ترى حطولي كيف يبكي لما خشوا علي زوجته وبهدلوت رأ ما تقوله كان داب بس هذا شكرا الطيب الشارف طلاعا تخوشا شوية 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 أمس الداخلي عمّا جمعتك يا فنبي سامة شوية 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 غرفة الطيب طيب مقدم للكرامة مقدم للجيش هذه غرفة الطيب جارة دعوة بكل خشوا على الصبايا أو يقول لهم فنخشوش على الصبايا لكي تتكلمتني في التليفون وكانت لكي تعال بس نبيك رأي جيتك هذه غرفة الطيب هذه الغرفة اللي كانت حضر الله محمد رسول الله واه ما عنداش نتكلم هذه غرفة أخ حرام من الله حرام من الله أخوش على ولونا الساعة وحد ونصف الليل عربوية جيرا من طوابس بعد انا نبيك يا فندي وسامة تسمع الفيديو قويس جماعة اللي دزيتهم اللي قلت لهم عدي جيبول الطيب الشرف جماعة اللي دزيتهم قول ما جو وليتي بحوشها بحرمتها قاعدة مقاعم زخواخ دراحتها انت شن قصش عشر رجال عليها بتقول لي لا هذا هكي دولة مش هكي دولة حط روحك في ميكاني انا دزيت لك عشر انفار خشوا عليك في دار نوم وليتك وضربوها بالصبطانة واخريت وتقول نحكيه كم مشهد امس شن فيه مشهد امس طبعا نحن نتأسف لأي انسان مش غير ليبي انه يدخلوا عليه الصباية وللأسف هو قال زوجتي من طرابلس جيت من طرابلس وبعد ذهبها وكذا علشان تعيش بكرامة في ثورة الكرامة وتتزوج واحد بالصاص كان يتبع في حسابات الرجال ويبص فيهم ويسكر فيهم وكذا عموما قصة كبيرة هو الطيب الشرف وعلى فكرة جيت لطرابلس اخوده عندي اخبار ليس تكيدة انها رب من هو شهر البلية ما يضحك انها رب من الكرامة اللي كان ييت فيها وجيت لطرابلس دولة الميليشيات بتحية دولة الميليشيات التي اصبحت ما هو قلوب الاهل الكرامة اصبحوا يفروا من الكرامة متاحهم ويجووا لي دولة الميليشيات زي ما يسموا فيها ما علينا المهم ما هو كل شي تشوفوا فيه صوت وصورة ما تقولوش شراوة انتبلوا عليكم لهذا لما نقولوا احنا دولة العسكر هذه لا تنفع فيها ما تجينيش انتا تقولي كوبري كوبري هذه دولة العسكر دولة التطيق على الحريات دولة الارهاب دولة الخشوش على الصباية الساعة واحد ونصف الليل دولة ضرب الناس بالاخمص متاع البنادق الساعة اثنين في الليل هذه اللي ما نبهاش ولا حتى في الطراب مش معناها في المنطقة الغربية الحال المثالي لا 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 لكن على الاقل ما تكتبش بوست في في على الفيسبوك يجي طبوك في طرابلس ما تبداش تكتب تعليق على واحد في المنطقة الغربية يجي يرفعوك ما تطلعش تدير لايف تلقى روحك في خبرك كان ويروش عليك بزار فاهمين يا ليبيين ولا لا لهذا احنا ضد دولة العسكر ما ماش ضد فلانة وعلتان في اسمة ورسمة وصفة ولا قبيلة ولا اهلة ولا الناسة كل الناس خير وبركة نحن ضد نظام العسكر ضد الاستبداء ضد الدكتاتورية ضد القتل ضد الارهاب ضد عدم احترام الناس ضد عدم احترام الانسان معاش يلا أقولكم بروسكم وتعاودوا في كلام فاضي عموما احنا يسامحون رأوا النتة الله غالب رأوا الامكانيات ضعيفة لكن الله غالب معركة الوعي لن نتخلى عنها وسنستمر بإذن الله حتى تصير ليبيا واحة من الاستقرار وينعم الشعب الليبي بخيرته ونصبح كل اربع سنوات نتوجه إلى صناديق انتخابات ننتخبوا سلطاتنا التشريعية والتنفيذية حسب دستور مصوتين عليه ومقايلين نعم ومتحملين مسؤوليتنا هذه هي الغاية والغربة وبإذن الله لن نسكت ولم تقر عيوننا ولن ننام حتى نصل إلى تلك الساعة المباركة قبل أن نختم أوجه التحية لكل المقاومين الذين يقفون في وجه صلف وغطرسة الكيان الصهيوني والذين أعادوا النتن ياهو إلى رشده اللي كان قبل اسبوع يفصل في خريطة الشرق الأوسط ويتكلم بعجرفة ويتكلم بفوقية ويقسم الشرق الأوسط كما يريد أرجعوا له ما تبقى من عقل وحطوه في حجم الحقيقي وأصبح يتكلم من المخابي وأصبح يتكلم من الملاجي وجنود دا كل يوم يبوؤون بالخسران تحية لمن يقاومون في جنوب لبنان وتحية لمن يقصفون الكيان بهذه الصواريخ ومن يقل عنهم لعبة ولا كذا ونقولوا له برة صنحها وسميها حتى عبود ظميتها ريح روحك أنت لم تصنح حتى خنجر إخسأوا ولا تكلمون كفا إلى كل الذين يعولون وعلى انتهاء المقاومة وعلى تسليم المقاومة ونقولهم خبتم وخسرتم وبإذن الله وعض الله حق وبإذن الله المقاومة هي التي ستنتصر وسنصلي بإذن الله في المسجد الأقصى وندخله فاتحين إن شاء الله الله مرزقنا صلاة في المسجد الأقصى وهو محرر من هؤلاء من أحفاد القرد والخنزير دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة